وككل اثنين نافذة على البيئة ترافقنا وكالعادة نادية اليوبي أهلا بك نادية أهلا بك سلام نافذة اليوم تطل على اليوم العالمي للتدوير 18 مارس بداية هل من قانون يدبر هذا الملف ملف تدوير النفاية نعم هناك قانون 2800 نحن بصدد الحديث عن هذا القانون والمتعلق بتدبير النفايات وفي الباب الأول سناء هو المادة 22 نجد أن كل عمليات تدوير النفايات أو إعادة استعمال أو استردادها أو استخدامها أيضا كمصدر للطاقة متأتي من استرداد النفايات تدخل في باب تثمين النفايات وذلك من أجل التقليص أو التخلص من أثارها السلبية على البيئة عندما نتحدث عن اليوم العالمي لتدوير النفايات فالأمم المتحدة اعتمدت هذا اليوم يوم عالميا أسنع الفارطة فقط أكيد أولاك أهمية لاعتماد هذا اليوم العالمي نعم كما قلت الأمم المتحدة تجعل من الثامن عشر من هذا الشهر يوما عالميا نظرا لأهمية الرسكلة كما اصطلح على تسميتها أو التدمير من تدوير عفوا يواجه التدمير نحن ندمر المتلاشيات من خلال التدوير من إيجابيات التدوير التقليص من النفايات حماية الموارد الطبيعية إيجاد فرص عمل جديدة وهو الهدف الذي من أجله أحدثت بتتمليل هذه الورشة لتدوير النفايات وتثمينها داخل الورشة استطاع ثلة من الشباب أن يثبتوا أو يبثوا الحياة في متلاشيات كان مصيرها القمامة لكنها اليوم تحولت إلى تحف فنية جميلة حسن لحمدي اقتحم أسوار هذه الورشة وكشف لنا عن بعض أسرار التدوير رفقة سعيد بن زيزو سناديق حديدية تتحول إلى مكاتب ومرافق وإطارات مطاطية إلى مقاعد وطاولات بقايا الأخشابي الأخرى تتحول إلى دعامات أما البراميل فهي الأخرى تفيد الناس تدخل الإنسان يفتح الباب واسعا على مختلف أوجه الإبداع يمكن من خلال تتمين هذه المواد الأولية وإعادة استعمالها لخلق منتوج جديد يصلح للتزيين أو للذكر وهو منتوج قد يدر مداخل على الصناع التقليدين الصغار أو على أناس ليس لهم مدخول هؤلاء يمكنهم خلق مقاولات صغيرة هي شاركة بين طلبة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك وهذه الشركة المتخصصة في تدوير النفايات بمنطقة تيط مليل إن فتاح الجامع على المحيط قد يضفي طابع الإبداع على المتلاشيات والنفايات نمادج جديدة تتسم بالبساطة خرجت من رحم الإبداع تندرج في سياق خراطي للمغرب بشكل فعلي في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية البيئة وخلق تنمية مستدامة حماية البيئة لم تبقى ذلك الشعر الذي يتداول في الخطاب الإعلامي بل هو فعل واعي يقوم بهؤلاء الشباب من أجل حماية بيئتنا من مختلف الملوتات وخلق فرص الشغل التي تدر مداخل على الساكنة عندما نبتكر في كل ما هو بسيط الصورة لا يمكن إلا أن تكون بهذه الجمالية نعم الإبتكار والتدوير التدوير نقوله ويجمع بين الحسنيين فأن تتولد في داخل الشخص يعني الحس على الإبتكار إذن من حسنات التدوير أيضا التشجيع على الإبتكار وفسح المجال للتنافس لأجل غد أفضل وهو المقصد الذي من شأنه نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة مباراة في الهندسة المعمارية لابتكار جسر خفيف فكان الفوز لفكرة طلبة ابتكروا جسرا من قوارير بلاستيكية كيف ذلك فؤاد العزوزي معه الإجابة دمنا روبرتاج أنجزة بعدسة محمد حجوب ولي الطالب في شعبة الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة منهمك في وضع لمساته الأخيرة على مجسم مصغر لجسر خفيف مصنوع من مواد قابلة للتدوير هذا الجسر الذي احترم المعايير التقنية لبناء الجسور مكنه من الفوز بمسابقة للإبتكار شاركت في المسابقة ديالل الجسر الخفيف شاركت بجسر بلاستيكي مكون من قوارير بلاستيكية ومواد أخرى هي تقريبا أيضا بلاستيكية فيكار المعلومات المعلومات بالفنكسيون الميكانيكي الذي يجب غشدها والمسابقة تدخل ضمن الأنشطة الموازية التي ينظمها الطالبة المهدسون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة وذلك لتطوير ملكاتهم المعرفية والانفتاح على محيطهم الدراسية لاكتساب الخبرة اللازمة لولوج سوق العمل هذا النشاط في غاية الأهمية بالنسبة إلينا لأنه مناسبة لتبادل التجارب ولتمكين مهندس مستقبل من ولوج سوق الشغل وذلك بتطوير حس الإبتكار والإبداع لدى الطلب المهندسين يذكر أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة تأسست قبل عشر سنوات وتمنح اليوم الطلب على مدى خمس سنوات إمكانية تولوج تخصصات عدة في مجال الهندسة الهندسة المدنية أو الهندسة البيئية وكذلك الهندسة المعلوماتية وفي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بعد تحدي الماء البارد تحدي السن تحدي آخر هذه المرة ببعد أخضر هاشتاغ النطف نعم انطلقت على صفحات العالم الأزرق كما قلت ما يشبه التحدي بين رواد الفيسبوك كل من قام بتنظيف مكان عمومي كالحضائق الشواطق أيضا الشوارع يبعث بصورته قبل وبعد جمع الأزبال هي مبادرة راقية تنمي في النفس الغيرة على ما يحيط بنا والسعي أيضا وراء إبقائه نظيفا وكما عودناكم نفتح نافذة على المواعد المرتقبة لهذا الأسبوع موعد سوف تحتضنه مدينة المحمدية في الحادي والعشرين من هذا الشهر حول انتقال الطاقي سبيل للمغربية النسخة التاسعة لتظاهرة باور داي ينظمه النادي الطاقي بالمدرسة المحمدية للمهندسين ومن القنيطرة ستنظم الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر بادرة الأياد الخضراء في الرابع والعشرين من هذا الشهر وهي عبارة عن حملة نظافة موسعة لفضاءات المنطقة رطبة محمية سيدي بوغابا إذن ننتظر المزيد من المواعد البيئية وأيضا المبادرات البيئية عبر البريد الإلكتروني وأيضا عبر نقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ديزان فون بيئة ولا تنسوا دائما أن حماية البيئة هي مسؤوليتنا جميعا أليس كذلك سناء أكيد مسؤوليتنا جميعا كل من موقعه يمكن أن يساهم في حماية البيئة واللقاء يتجدد بك الإثمين المقبل في نافذة جديدة على البيئة وفي صفحة التي نخصصها